فلا يجوز أن نهنيعهم بأعيادهم أبداً لأن التهنيع بأعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائل الكفر وهذا خطير جداً فإذا قال قائل هم يهنؤون بالأعياد إذا جاعد رمضان إذا ضحى يهنؤون قلنا لا لا نهنؤون لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية وأعيادهم أعياد بدعية لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعاً لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده وإن لم يصح أنها مناسبة لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل إذن كيف نهنؤون بشيء ليس عيداً شرعاً ولا واقعاً لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا وإذا قيل إن هذا معلوم بالتوافل نقول وليكن معلوماً وليكن مطابقاً لميلاد المسيح لكنه عيد فدعي شرعي إذن لا نهنؤهم به أما كومهم يهنؤوننا بعيدنا فنعم فيدنا شرعي والحمد لله وحق لنا أن نهنأ به أما عيدهم فليس بشرع طيب أرأيتم لو هنؤون بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم الجواب لا ما نرد عليهم لأن نرد عليهم يعني إيه الموافق والرضا فإذا جاء إنسان كافر قال لأهناك ما شاء الله اليوم يوم واحد وثلاثين عيش ديسمبر ما شاء الله عيد المبارك هنأك الله أعاد الله عليك بخير ماذا أقول له ما أرد عليهم قل يا فهذا ليس ريداً لنا لكن دعاءه كلي لا أرده إنما اتهني أهلاء لا أقبل لأنه ليس عيداً لنا هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة وإلا فهم كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ما أنتهم باسي هنوك بعيدك إذا هنيتهم بعيد انتهينا من الكلام على هذا